تستمر مجموعة كارادينيز التركية بتوسيع أسطول بواخرها لإنتاج الطاقة والمكون حاليا من تسع بواخر وفي حفل جرى في حوض بناء السهن في منطقة تزلة في اسطنبول تم الاحتفال بانطلاق باخرتين الأولى كارادينيز عيشا قول سلطان متجهة إلى جانا والثانية كارادينيز زينب سلطان متجهة إلى اندونيسيا وحضر الوزير التركي للطاقة والموارد الطبيعية الحدث الذي تم الكشف أيضا في خلاله عن أكبر باخرة طاقة في العالم وهي أرهان علي خان بقدرة إنتاج 460 ميجاوات الرئيس التنفيذي لكارادينيز القابضة أرهان رمزي كارادينيز عبر عن فخره لإرسال شركته باخرتين طاقة إلى جانا وإندونيسيا بعد لبنان والعراق مشيرا إلى أنه بفضل بواخر الطاقة يتم تأمين الكهرباء للمستشفيات والمدارس والمصانع والمنازل الباخرتان موجودتان في المياه اللبنانية وتؤمنان للبنان 27% من طاقة الكهرباء تابعتان لشركة نفسها ويعبر المدير الإداري فيها رالف فيصل عن استعداد الشركة لإرسال باخرة طاقة أخرى عند نهاية العقد في أيلود المقبل يعني هلأ بأسعار الفيول والمزوط الموجودة بالسوق الحالي كلفة الإنتاج من بواخر الموجودة بلبنان لشركة كهرباء لبنان من الأرخص من أكترية معاملة موجودة إمتى بيخلص الكونترا بلبنان وهل ممكن تجدده؟ سراحة الكونترا بيخلص بآخر أيلول 2016 في نقاش عم بيصير هلأ بس بعد ما صار كتير رسمي انه شو بدهم يعملوا لأنه متل ما بتعرف بعد في 11 شهر بيخلص العقد تقريبا صار فيه هلأ متل ما بقولوا بدي شوفوا بأي شروط وإذا نحنا إذا فيه زبور رح يروح لقلا أما رح نمدد نحنا بلبنان كونترا إذن كارادنيز شركة تركية عملاقة مختصة بتصنيع البواخر وتجهيزها بمحركات عالمية ومولدات للكهرباء ترسلها إلى الدول وتؤمن لها بديلا عن نقص الكهرباء وهي الصناعة بدأت الدول الكبرى باتباعها